أكد سعادة وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن الشراكة مع القطاع الخاص أثمرت حصاداً إسكانياً حقيقياً يختم المواطن البحرين وأشر الوزير إلى أن المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع ديرة العيون السكانية الذي يأتي بالتعاون مع شركة ديار المحرق تهدف إلى توفير مجموعة أكثر تعدداً وتلوعاً مع حلول السكن الاجتماعي للمواطنين والمدرجين ضمن برلامج مزايا والخدمات التمولية من وزارة الإسكان بصورة فورية وبحسب تطلعات ورغبات المستفيد من حيث الموقع والمواصفات والمساحة وغيرها جاء ذلك لدى زيارة وزير الإسكان مقر التتشين بديار المحرق وطلاعه على عروض البنوك المشاركة وفلة العرض المخصصة للمواطنين ولفت المهندس الحمر إلى أن جميع المسؤولين عن الملف الإسكاني يواصلون السعي لتلبية الطلب المتنامي على هذه الفرص السكنية منوها أن جميع وزارة الإسكان وبنك الإسكان وبالتعاون مع البنوك المشتركة يعاملون على منح المواطنين الراغبين في اقتناء وحدات بمشروع ديرة العيون السكني عروضاً حصرية تعزز سهولة التملك بالمشروع متطلعاً إلى توفير تجربة سالسة وآمنة لجميع الزوار المهتمين بفلال المرحلة الأخيرة لديرة العيون فرص إسكانية متنوعة يطرحها مشروع درة العيون الإسكاني في مرحلته الأخيرة من خلال طرح أربعة تصاميم متميزة ذات مساحات مختلفة تقدم خصيصاً للمواطنين البحرينيين المؤهلين للاستفادة من برنامج مزايا للسكن الاجتماعي والخدمات التمويلية المقدمة من وزارة الإسكان سعيدين اليوم بإطلاق مبيعات المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع ديرة العيون هذا المشروع المميز المراحل السابقة شفنا إقبال من قطع النظير من الأخوة المواطنين واليوم نحن سعيدين جداً جداً بما نشاهده من إقبال المواطنين على هذا المشروع المميز وفي نفس الوقت يأكد هذه الإقبال نجاعة الحلول التمويلية لتم تطويرها في الفترة السابقة خاصة برنامج مزايا بما يؤهل ويهيئ للمواطنين في الحصول على الوحدات السكنية خلال فترة قياسية عروض حصرية وأسعار تنافسية يطرحها بنك الإسكان بالتعاون مع عدد من البنوك في البحرين لتسهيل الحصول على التمويلات العقارية لمنتفع برنامج مزايا الشراكة المميزة التي تمت من خلال هذه البنامج مع شركائنا في القطاع الخاص خاصة اليوم نشوف كل البنوك المنضوية تحت برنامج مزايا موجودة من خلال الاستندات ومن خلال عروض مغرية وهم شركان حتى في الجانب الاجتماعي قاعدين يرعون ويقدمون معدلات أرباح أو فائدة أقل مما هو موجود في السوق وتعد ديرة العيون إحدى ثمار تفعيل مبادرات الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص حيث تم توقيع اتفاقية في عام 2015 لتوفير أكثر من 3000 فيلا سكانية من قبل الشركة ديار المحرق وتخصيصها للراقبين في الاستفادة من ذوي الطلبات الإسكانية لدى وزارة الإسكان من خلال الحصول على تمويل من برنامج مزايا بالإضافة إلى الخدمات التمويلية الإسكانية خطوات متسارعة وجهود متواصلة للقائمين على الملف الإسكاني بالمملكة من خلال إطلاق المزيد من المشاريع الإسكانية والتي تتماشى مع تطلعات المستفيدين من برنامج مزايا ويأتي مشروع درات العيون ليحول الحلم إلى واقع خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر